وخلال اجتماع آخر لمتبعة موقف مشروعات الهايدروجين الأخضر أكد مدبولي أهمية الاستثمار في مشروعات الهايدروجين الأخضر لفتا إلى أن هناك توجيها رئاسيا بسرعة العمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجال إنتاج وتصدير الهايدروجين الأخضر وتشغيل هذه المشروعات وأضف مدبولي أن الدولة تسارع الخطة في تبني الخطة والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر وتم خلال الاقتماع الإشارة إلى أن هذه الجهود من شأنها تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم